موسيقى نشط السادس عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار وأبرز عنوينها عمرية البنية المصوصة تقول أن الشهدين وعشة جرحة سقطوا مع بدء تقدم القوات داخل أحياء الجزر البحرية بمدينة سرد شورى ثوار بنغازي يقول أنه تمكن من صد محاولة تقدم لقوات الكرامة في محوري العمارات الصينية والحظيرة الجمهورية وغارة نجوية على مناطق جنفودا وليغوارشا مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا يقول أن الدول العربية لا تتبنى الموقف نفسه بشان الحل في ليبيا ويدعو إلى توحيد الجهود الرامية لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد موسيقى قال مدير المكس الإعلامي لعمرية البنيان المرصوص أحمد هدية أن اشتباكات اليوم في منطقة الجزر البحرية ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة أسفرت عن سقوط شهدين من قوات العمرية وأضف هدية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عشرة من قوات العمرية موشرا إلى استمرار الاشتباكات داخل منطقة الجزر البحرية مع وجود تقدم بطيء لقوات عمرية البنيان المرصوص وأكذا عضو المركز الإعلامي لعمرية البنيان المرصوص عبد العظيم الشجماني بدأ تقدم قوات المشاة تابعة للعمرية في منطقة الجزر البحرية صباح اليوم وأضف الشجماني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عمرية التقدم تأتي بعد تمهيد قامت به الدبابات وسلاح مدفعية مشيرا إلى وجود مقاومة عنيفة من قبل عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة داخل الأحياء الأخيرة في منطقة الجزر البحرية كما شرى عضو المركز الإعلامي لعمرية البنيان المرصوص إلى استمرار تحليق طيران سلاح الجو الليبي وطيران الدعم الدولي في سماء المنطقة من جهة قال الناطق باسم غرفة الطوارئ الجوية لعمرية البنيان المصوصة محمد جنونون سلاح الجو الليبي نفذ صباح اليوم ثلاث طلعات استطلاعية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الجزر البحرية بسرط وأضاف جنونون قناة ليبيا لكل الأحرار أن سلاح الدعم الدولي لم ينفذ أي طلعة قتالية اليوم نظرا لتداخل مناطق السيطرة في الجزة البحرية بين قوات البنيان المرصوص وعناصر التنظيم حسب تعبيره أفد مركز السرايا للإعلام بأن قوات مجلس شرى ثوار بنغزي تمكنت من صد محاولة تقدم لقوات الكرم في محوري العمارات الصينية والحظيرة الجمركية وأعلن المركز عبر حسابه على تلقرام اندلاع الشباكات بمحور الجوارشة بالتزامن مع تحليق طائرات أجنبية لافتان لأن مدفعية قوات شرى ثوار استادفت تجمعا لقوات حفتر بعدد من قذائف الهون في محوري جاريونس وقال مركز السرايا للإعلام من الطيران الحربية الأجنبية الموالية لقوات الكرم شن اليوم غارات جوية استادفت منطقتين جنفودة السكانية والجوارشة وأضحت النافذة الإعلامية لمجلس شرى ثوار بنغزي عبر حسابها على تلقرام أن طائرتين أجنبيتين دون طيار قسفت المنطقة السكانية بيغانفودة ومنطقة الجوارشة وأضف مركز السرايا للإعلام أن طائرة حربية تابعة لقوات الكرم من نوع ميغ استادفت هي الأخرى المنطقة السكانية بيغانفودة دون الكشف عن حجم الأضرار البشرية أو المادية في بنغزي أيضا قالت قوات مجلس شرى ثوار المدينة أنها تمكنت من إعطاب عدد من الآليات العسكرية التابعة لقوات الكرم بمحور جاريونس بعد استدافها بوسط المدفعية الثقيلة وأعلنت قوات الشرى انفجار لغم أرضي في منطقة الجوارشة تزامن مع محاولة مجموعة من المشات التابعين لقوات الكرم التقدم صبو مناطق سيطرة شرى ثوار وقالت تحريات قوات السائقة أن عملية الكرم تمكنت من السيطرة على مقر معهد الهندسة التطبيقية بمنطقة الجوارشة في المحور الغربي لبنغازي في سياق آخر كشف مركز السرايا للإعلام عن وجود قطعة بحرية بالقرب من شاط منطقة جنفودة مبينا أن قوات مجلس شرى ثوار تخوض اشتباكات عنيفة بمناطق بوسنيب وغاريونس والجوارشة وجنفودة وقال سلاح الجو التابع لقوات الكرم أن مقاتلاته نفثت عدة غارات جوية اليوم استاذفت من خلالها شارع الشجر ووسط البلاد وأوضح سلاح الجو عبر صفحة على فيسبوك أن طائرة من نوع ميج 23 قصفت تمركزا لقوات مجلس شرى ثوار بمنطقة الجوارشة مضيفا أن السرب العمودي التابع لقوات الكرامة كثف من طلعاته الاستطلاعية في كل محاور القتال الدائرة بمنغازي اليوم دانت جماعة الإخوان المسلمين القصف الجوية الذي تشنه مقاتلات قوات الكرامة على منازل الأسر العالقة بمنطقة جنفودة السكنية والذي تسبب في مقتل عدد من الأشخاص من بينهم أطفال مستاجنة ما وصفته بالصمت المحلي والتجاهل الدولي تجاه هذه الجرائم واستنكرت الجماعة في بيان لها ما وصفته بالحصار الخارق الذي تفرضه قوات الكرامة على مدينة درنة معربة عن قلقها من زيادة وطيرة أعمال الخطف التي تطال الأبرياء في عدة مناطق بحسب البيان ودعا البيان إلى دعم كل الجهود الساعية لحقن الدماء في أنحاء الوطن مشيدا بالجهود التي قام بها الكثير من أبناء الزاوية وغيرها لرأب الصدع ومنع الاقتتال شدد آمر الكتيبة مئة واثنين مشات إدريس الجالي على أن الكتيبة سترد بقوة حسب قوله على أي استهداف من قبل مجلس شورى مجاهد درنة وأكد آمر الكتيبة التابع لعملية الكرامة والمتمركزة بمحور الفتائح ومرتوبة في تسجيل مصور نشره مكتب الإعلام والتوثيق لمجموعة عمريات عمر المختار أكد أنهم غير مسؤولين عن أي أذن قد يطال المدنيين الموجودين في منطقة الفتائح في حال وقع استخدامها كمنطلق للهجمات ضدهم مطالبا إياهم بإخراج من وصفهم بالمسلحين من المنطقة دعا آمر سلاح الجو التابع لعملية الكرامة سجر جوشي أهالي مدينة درنة إلى ضرورة الخروج والابتعاد عن ماكن تمركز من وصفهم بالإرهابيين حفاظا على حياتهم وأكد جوشي في كلمة ألقاها في قاعدة نصر الجوية بطبرق أن سلاح الجو قادر على حصم المعركة في البدينة خلال يومين مشيرا إلى أن المخاوف من تعرض المدنيين للأذى يمنعهم من ذلك حسب تعبيره أعلن المكلف بالملف الأمني داخل مدينة درنة يحيى الأسطى أنه سيتم اعتبارا من يوم غدا أثلاثا تفعيل المؤسسات الأمنية والشراطية بالمدينة ممثلة في مركز شرطة درنة وأضاف الأسطى في بيان المصور أنه تم تكلف عدد من ضباط وضباط الصف بعمرة مركز الشرطة داعيا جميع منتسب الوحدات الأمنية والشراطية والمرور إلى الاتحاق بعملهم فورا ودون أي استثناء أعلن يوم غد الثلاثاء الموافق 15-11-2016 عن البدأ في العمل في تفعيل مركز شرطة المدينة بمدينة درنة وتكليف العقيد شرطة فايز منصور نويسري وضباط صف وجنود لديهم رتب وأرقام لذلك وعلى جميع المنتسبين كل الوحدات الأمنية والشرطية والمرور الالتحاق بعملهم وبدون استثناء أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز سراج أن المجلس لن يسمح بأن تكون منطقة الجفرى منطلقا لأي توتر أو مواجهات كما يشاع من البعض مشددا على أنها ستكون مكانا لانطلاق المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وجاءت تصريحات السراج بعد وصوله لمنطقة الجفرى في زيارة رسمية برفقة وزير الحكم المحالي المفاوض وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن الجفرى التقى خلالها بأعضاء المجلس البلد والأعيان وممثل المجتمع المدني بالجفرى قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمين عددا من أعضاء مجلس النواب عقدوا اليوم جلسات تشاورية بحثوا فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وفد المريمي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار بأن يوم غدنا سيشهد عقد جلسة رسمية لمجلس النواب وذلك لدراسة العديد من القوانين المعروضة من اللجنة التشعية بالمجلس قال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمال أنه سيلتق اليوم من عام الجامعة أحمد بلغيط لتحديد الرؤية بشأن الوضع في ليبيا وأضفها الجمال في تصريحات صحفية أن الدول العربية لا تتبنى الموقف نفسه بشأن الحل في ليبيا موشرا إلى أن دوره يتمثل في توحيد الرؤى والانسجام بين هذه الدول وأضف مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا أنه سيتم تنسيق العمل مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر والمبعوث الأفريقي جاكايا كيكوتي من أجل توحيد الجهود الرامية لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر توصيات الأخيرة الصادرة عن لجة الحوار السياسي بالجيدة خاصة فيما يتعلق بدعوة مجلس نواب لإجاء التعديل الدستوري حسب الاستحقاق الوارد في الاتفاق السياسي الليبي وأشار كوبلر في مؤتمر صحفي عقب لقائه بعضو المجلس الرئاسي علي القطراني في القاهرة إلى أنه يعمل على دعم هذه الدعوة مشددا على مبدأ الحوار وضرورة تجنب أي تصعيد عسكري ودعا كوبلر الأطراف الليبية للجلوس ومناقشة مجميع المشاكل الأمنية منها والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكني صباح اليوم إلى مدينة مراكشها المغربية للمشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ وبحسب إدارة التواصل والإعلام لمجلس رئاسة الوزراء فإن المؤتمر ينطلق يوم السابع من نوفمبر الجاري ويتواصل إلى غاية الثامن عشر من الشهر نفسه ويبحث عددا من الملفات المرتبطة بالمناخ أبرزها كيفية الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وآليات جمع مئة مليار دولار التزمت الدول المتقدمة بمنحها للدول النامية لتجاوز الإنعكاسات السلبية لتغير المناخي بموجب اتفاق باريس العام الماضي موسيقى أكد أمير القوى المحيدة لحفظ السلام بأبر خليفة صغيرة هدوء الأوضاع بالمدينة واضف خلال حفل استقبال وفد من قبلة التبو أمس لحد أن القوة المحيدة مستعدة لتقديم المساعدة في الكفرة وفي أي مكان في ليبيا لأحلال السلام نحن نقول لأخواتنا في الكفرة نحن مستعدين للمساعدة مستعدين للمساعدة أي مكان في ليبيا يحتاج إلى دعم عملية السلام لكن بشر يكونوا زي التبو تواري كوباري الله رب السلام فباري لم نفرض للأمانة لم نفرض للقوة من حقق السلام فباري هم التبو والطواري والأحالي تمكن الحرس البلد بالكفرة خلال حملة تفتيش على المحال التجارية من ضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب سوء التخزين وقال مدير فرع جهاز الحرس البلد بالكفرة محمد بوشنة أن عملية الضبط تأتي في إطار حملة تستادف محال المواد الغذائية والصيدليات والمخافز والمطاعم موشيلا إلى أن الحملة ستستمر مدة أسبوعين تم ضبط مواد مكاية الصلاحية تم المرور على محلات اللحوم تم المرور على محلات الخضروات والحملة ما استمر وإن شاء الله لمدة أسبوعين رقم مغلة الأمكانيات إلا أن الفرع جهاز الحرس البلدي يقوموا بدورة داخل هذه المدينة فدى مركز شرطة سبه المدينة بمقتل مدير شركة المهاري السلعة التمونية عبدالسلام الساحلي أمس لأحد رميا بالرصاص وهو في طريقه إلى مقر الشركة وذكر مركز شرطة سبه عبر صفحاته على فيسبوك أن القتل كان على متن سياراته عندما حاول أربعة ملثمين أخط خطفه ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه عندما تمكن من مقاومتهم والهرب منهم وأضف مركز شرطة سبه أنه تم تسجيل مائة وثمان وتسعين قضية قتل في المدينة منذ بداية السنة الجارية ناقش وزير المواصلات المفاوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوغالية إعادة تشغيل الحركة الجوية بمطار سبه جاء ذلك خلال لقاء جمعه بكل من رئيس مصلحة الطيران المدني وعدد من المسهورين بالمدينة وذكر تدارة التواصل والإعلان برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحة على فيسبوك أنه تم أيضا مناقشة الجوانب والترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين المطار وإعادة فتحه من جديد نشتنا متواصلة وفيها الاتحاد الدولي للسكر يقول أن عدد المصابين الليبيين بداء السكر في عام 2015 بلغ أكثر من 354 ألف حالة أمرية البنيان المصوصة تقول إن شهدين وعشة جرحة سقطوا مع بدي تقدم القوات داخل أحياء الجيزة البحرية بمدينة سرد شراء الثوار بنغزي يقول إنه تمكن من صد محاولة تقدم لقوات الكرامة في محوري العمارات الصينية والحظيرة الجمركية وأغارات جوية على مناطق جنفودا والكوارشا مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا يقول إن الدول العربية لا تتبنى الموقف نفسه بشأن الحل في ليبيا ويدعو إلى توحيد الجهود الرامية لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد أشارت مسألة الشؤون العامة بسفارة الأمريكية لدى ليبيا أليسون لي بمناسبة انطلاق أسبوع التعليم الدولي للفرص المتاحة أمام الليبيين للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة انطلاق أسبوع التعليم الدولي أو التتحدث عن الفرص المتاحة أمام الليبيين للدراسة في أمريكا إضافة إلى فرص التعليم الافتراضي يمكنكم الانضمام إلى ليبيين آخرين لتحسين الأنجليزية من خلال الانضمام إلى نوادي مثل نادي الموسيقى الأمريكية ونادي تعلم اللغة الأنجليزية لأننا نطلق مجددا برنامج فوربرايت من خلال إرسال مدرس لغتين عربية ليبيين إلى أمريكا بداية من الخريف القادم أفض الناطق باسم مديرية الأمن الوطني الزاوية نبيل بوزوائي بإصابة عامل يحمل الجنسية الأفريقية جراء انفجار وقع داخل محل لمواد الطلاء بالمدينة صباح اليوم وأشار بوزوائي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار لأن عملية البحث والتحر الجرية للكشف عن أسباب الحادثة ومرتكبها نبقى في الزاوية حيث قال مسؤول شؤون التعليم بالمنطقة البشير الأخضر أن المدارس شهدت إقبالا كبيرا من التلاميذ والطلبة في اليوم الأول لعودة الدراسة بالمنطقة ونقلت صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عبر فيسبوك عن الأخضر قوله إن ثماني مدارس تعرضت لأضرار خفيفة في النوافذ والأبواب فيما تعرضت مدرسة خالد بن الوليد لأضرار بارغة بسبب إصابتها بقذيفة جراء الاشتباكات الجدر بالذكر أن شؤون التعليم بمنطقة الزاوية أعلنت استئناف الدراسة يوم الأحد بعد توقفها الشهر الماضي جراء اندلاع اشتباكات مسلحة وسط المدينة أعلنت شركة هاتف ليبيا توقف خدمات الاتصالات عن منطقة بن الوليد وأضحت الشركة عبر صفحة على فيسبوك أن أسباب هذا الانقطاع تعود إلى قطع كابل الألياف البصرية من محطة كيلومتر أربعة ترهونة إلى بن الوليد وأكدت الشركة أن عمل الصيانة مستمرة لتجاوز هذا الانقطاع أكد نائب مدر مطار الكفر الدولي الصرحين البحيرية هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية بمطار الكفر الدولي قادمة من مطار لبرق بالبيضاء بعد توقف دام قرابة عام وضف البحيري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الطائرة كان على متنها ركاب مدنيون وهي من نوع CRG موشرا إلى أنه من المنتظر أن يتم استئناف الرحلات لمطار ميتيجا بطرابولوس خلال الفترة القادمة يصادف اليوم الرابع عشر من نوفمبر الاحتفال باليوم العالمي لداء السكري وهو يوم تحييه أغلب دول العالم بهدف التوعية بمخاطر داء السكري وكانت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري قد أعلن هذا اليوم تقديرا لجهود ديريك باتينغ وشارلز بيست في اكتشاف دواء الأنصرين عام 1922 ويبلغ عدد المصابين بمرض السكري حول العالم في آخر أحصى نجت منظمة الصحة العالمي عام 2014 حوالي 422 مليون شخصا وقد بلغ عدد المصابين الليبيين بداء السكري في عام 2015 بحسب الاتحاد الدولي للسكري أكثر من 354 ألف حالة إصابة وبحسب الاتحاد الدولي للسكري فإنما نسبته 9.2% من عدد الليبيين البالغين والذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عاما مصابون بداء السكري وبينت الاحصائية أن التكلفة السنوية لعلاج الفرد المصاب بداء السكري تبلغ 672 دولارا أمريكيا وأشار الاتحاد لضرورة رفع التمويل اللازم لزيادة فرص الوقاية من مرض السكري داخل ليبيا وقد نظمت دارة الخدمات الصحية ترابولوس بالتعاون مع اللجنة المشرفة على إنشاء ومتابعة عيادة السكري نظمت أياما مفتوحة لتوعية بهذا المرض وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري وأوضحت الإدارة أنها فعلت أكثر من 30 مرفقا صحيا ووزعين على 6 بلديات لمتابعة المرضى التفاصيل في سياق هذا التقرير ابدأ بالمشي شعار رفعته إدارة الخدمات الصحية ترابولوس بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف الرابع عشر من نوفمبر من كل سنة ونظمت الإدارة أياما مفتوحة بالمناسبة لتوعية المواضنين بهذا المرض المزمن الخصص لي يوم خاص ويوم 14 ولهذه السنة حدد يوم أن يكون بشعار المشي لأن المشي أكثر واحد يوقي من أمراض السكر طبعا المرض في ترابولوس بالدات يزيد حتى في مضاعفاته بحكم الضغوطات اللي صايرة والحياة الاجتماعية للصعب لفترة هذه إدارة الخدمات الصحية بطرابولوس ورغم ما تقوم به من مجهودات لمتابعة مرضى السكري إلا أنها أكدت وجود أزمة حقيقية داخل وزارة الصحة تمنعها من توفير الأدوية لزمة الحالية التي تعاني منها وزارة الصحة من نقص في الموارد المالية التي ترتب عليها عدم توفر دواء السكري نهييا وننسى الفرصة من هذا المنبر رزاكم الله خير نحن نوجه كلمة لكل شخص مسؤول من المجلس الرئاسي أو كوزارة الصحة أن الدواء المنسونين غير متوفر ولو في الصيدريات الخاصة خسرنا أولادنا وبلادنا بهذه الكلمات عبرت أم أحد الشهداء عن حرقتها بسبب نقص أدوية السكر وعدم توفرها للمرضى قائلة إنه تم سحب البطاقة الصحية منها بعد تسلمها بعشرة أشهر نقص الأدوية هي اللي سبتنا الإشكال هذا كله يعني الواحد يبدو مريض ومعنداش دواء شم بيكون وضعه شم بيكون وضعه هذا المريض نحن في حالة سيئة رو مبدأت مرض السكر رو لأن المرض هذا ما يستناش أنك تجيب لي دواء بعد شهر ولا بعد شهرين مع الظروف التي مرت بها ليبيا منذ 2011 والتي أدت إلى تدهور مؤسسات الدولة وقطاعاتها خاصة منها القطاع الصحي تجد حكومة الوفاق الوطني نفسها أمام التحدي كبير لمعالجة كل هذه المسائل يصل القمر اليوم لأقرب مسافة له من الأرض منذ عام 1948 حيث يبدو بحجم أكبر وأكثر إضاءة وتسمى هذه الظاهرة بالقمر العملاق ووضحت جمعية رؤيا لهواة الفلاك أن نسبة إضاءة القمر ستزيد بنسبة 30% ويزيد حجمه بـ 14% حيث سيقترب من الأرض لمسافة 356 ألف كيلو متر وأضفت الجمعية أن هذه الظاهرة تحدث بسبب مدار القمر البيضوي الذي يجعل القمر يبتعد تارة ويقترب تارة أخرى من الأرض أثناء دورانه حولها قائلة إن الظاهرة ستتكرر في نوفمبر عام 2034 إلى عنوان النشر أمرية البنيان المصوص تقول إن الشاهدين وعشة جرحة سقطوا مع بدي تقدم القوات داخل أحياء الجزء البحرية بمدينة سرد شراث واربنغزي يقول إنه تمكن من صد محاولة تقدم لقوات الكرامة في محوري العمارات الصينية والحظيرة الجمركية وغارات جوية على مناطق جنفودا والجوارشا مبعوث الجامع العربية إلى ليبيا يقول إن الدول العربية لا تتبنى الموقف نفسه بشأن الحل في ليبيا ويدعو إلى توحيد الجهود الرامية لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد المزيد من الأخبار مشاهدين يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك تويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر livestation.com فإلى اللقاء اشتركوا في القناة